اشتركوا في القناة ونجى الله موسى وأغرق فرعون ونجى يونس من بطن الحوت وقيل هو اليوم الذي تيب فيه على قوم يونس وأعطي الملك لسليمان ونجي أيوب من ضره وفدي إسماعيل من الذبح وأخرج الله فيه يوسف من السجن وهو اليوم الذي رد الله على يعقوب بصره وفيه حصلت غزوة ذات الرقاع في السنة الرابعة للهجرة وفيه استشهد الإمام الحسين فكان ذلك فاجعة ألمت بالمسلمين وذلك في كربلاء يوم الجمعة في العاشر من المحرم لسنة إحدى وستين للهجرة ولا علاقة لصوم يوم عاشراء بمقتل الحسين فهذه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشراء فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه ففي هذا اليوم بعث الله سيدنا موسى عليه السلام في زمن الملك الظالم الطاغية وكان يدعي الألوهية والعياذ بالله فمرة قال ما علمت لكم من إله غيري ومرة قال أنا ربكم الأعلى فجاء سيدنا موسى عليه السلام يدعو إلى توحيد الله وترك الشرك بالله وأمره الله أن يذهب إلى فرعون ليدعوه إلى الإسلام قال تعالى لموسى اذهب إلى فرعون إنه طغى فتكبر فرعون وجمع الناس فقام فيهم خطيبا فقال أنا ربكم الأعلى ويدعي أن لا رب فوقه قادر عليه وكان سيدنا موسى قد لقي من فرعون وأتباعه ما لقي من الأذى فخرج موسى ومن اتبعه من بني إسرائيل فلحقه فرعون وخرج لقتل سيدنا موسى وأتباعه فأمر الله موسى عليه السلام أن يضرب البحر بعصاه فانفلق البحر اثني عشر فرقا كل فرق كالجبل فدخل موسى ومن معه البحر وقدم فرعون وجنوده وقال لنلحقنهم ولندركنهم فساق الله فرعون وجنوده إلى حيث أراد وذلك جزاء لهم على مكرهم وتكبرهم فمكر فرعون ومكره خبث وخداع قال تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين أي أن الله تعالى أقوى في إيصال الضرر إليهم من حيث لا يشعرون وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عشراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمن اليوم التاسع قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستحب صوم التاسع والعاشر جميعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام العاشر ونوى صيام التاسع وفي هذا اليوم اليوم العاشر من شهر المحرم سنة 61 من الهجرة جرت حادثة مروعة مفجعة ومصيبة كبرى فضيعة ألمت بالمسلمين وأفجعتهم وملأت القلوب حزنا وأسا ومرارة وهو قتل سيدنا الحسين بن علي بن أبي طالب حفيد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابن بنته السيدة فاطمة الزهراء البتول رضي الله عنهم على أيدي فئة ظالمة فقال ابن تيمية رحمه الله وكان قتله رضي الله عنه من المصائب العظيمة فإن قتل الحسين وقتل عثمان قبله كان من أعظم أسباب الفتن في هذه الأمة وقتلتهما من شرار الخلق عند الله فاستشهد الإمام الحسين وهو ابن ست وخمسين سنة وهو الذي قال فيه سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وفي أخيه الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة ودعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للحسن والحسين فقال اللهم إني أحبهما فأحبهما وقال الرسول صلى الله عليه وسلم عنهما هما ريحان تايا من الدنيا وروا البخاري عن عبد الله بن عمر أن رجلا من أهل العراق سأله عن المحرم في الحج الذي يقتل الذباب فقال أهل العراق يسألون عن قتل الذباب وقد قتلوا ابن بنت رسول الله وقد قال رسول الله هما ريحان تايا من الدنيا هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا أردت عزيزي المشاهد قصة معينة أترك لنا تعليقا وسوف نقوم بعملها إن شاء الله